صباح الخير او مساء الخير يا برج العقرب. اه اختراءة معرضة للاعاطفة الاعاطفة بالطلقة العنية. برج العقرب انت تقريبا كده زعلان مع الشريك ممكن. اه دمتشاهد كده. اه مقدم لك اه حد مقدم لك عموما يعني عرض ممكن يكون عنده خط جديد او عرض مصلحة. ولكن انت زعلان اوي 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 وقعد تحت الشجرة وبتشتهنت للكبات. مش عارفة انت تجننته ولا يا برج العرب. برج العرب على فكرة برج يعني هو صحيح لدعيته والقبر ولكن والله يحساس جدا 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 جدا. وبيحب قوي اللي يحبه يعني. المهم ان انت زعلان قوي. وده كرت والله بشوف يا رام برج العرب انه عنه ده قوي. متمسك برأيه برأيه. فحد مقدم لك عرض وانت مش شايفه اصلا. ومش شايف حاجة عموما وعموما بتدور على كوباية فرضية هنا. اه سوري كوباية مش موجودة. وفيه عرض تاني جاي لك ولكن انت مش عايز تقل. اه برضو هنا نفس الكارت برضو. اه حد مقدم لك حاجة. حد مقدم لك ممكن يكون دي تقتك ودي تقت الشريك. هو مقدم لك عرض ممكن يكون عنده خط. بالزبط. وفيه عدالة في الموضوع. عايز يعمل عدل في الموضوع. او يرجع العلاقة مرة تانية. ولكن انت اه تعبان قوي وبتقوله امشي بقى وكفاية بقى. كفاية كده عمر اللي راح. وعمل تسمع في برضو تمن عشور. ومجيت على قرمت كتير بقى والحالة العصاريات تشتغل. طب مشاهر الشريك ايه? عدد. بقى انت مش هيل منه او يا برج العراقة. مش هيل منه. الشكل كده عمل فيك حركة مش حلوة. ممكن تكون اكتشفت ان فيه طرف ثالث في العلاقة. اه ومش طرف ثالث. امي يكون فيه تلاكسيوف كده ممكن تكون خيانة او مرضو مش خيانة. بيكلم حد بيعرف بنات كده يعني بتعرف ولاد. عشان تمشي على الشخصية يعني. او اكتشفت ان فيه حد بيكلم حد وفلس. طيب. اه برج العقرب اه شريك مشاعره حلوة قوي. وبيحبك. وشايفك انت السلميزي بتاعه. وشايفك انت اللي هتحقق له الحاكة الحلوة اللي في حياته. ومش شايف اي مشاكل في العلاقة اصلا هو آآ مازال بيحمل ليك المشاعر الطيبة الجميلة. واعتقد ان هو فعلا ما قدمك عرض مصالحة لان انت قلبك مجروحة قوي منه. وآآ بيقول لك نتيجي بقى ان رجع المال مجارية بقى برج العرب. وآآ وهو عارف ان انت عنيد عموما يعني وآآ متمسك برأيك بس هو مازال بيحمل ليك المشاعر. لو تتعامل مع حدا من برج الاسد ممكن. او برج مائي برضو زيك. او هوائي. آآ مائي برضو هناك. طيب. آآ انت بقى يا برج العقرب آآ قلبك مجروحة قوي 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 قوي. وآآ ندمان على العلاقة ككل. وندمان بقى على اي حاجة حصلت. آآ يعني لو كنت آآ بتديله لو كان محتاج منديل وديته منديل كده في يوم الايام انت ندمان على المنديل ده. وبرج العرب اصلا. انا امر في العرب. انا يعني لو قدت روحين ازايك باندم. باندم والله لكن ازاي كده. صوابعي تابت في الكتابة باندم عليك. وبعده وكتب ازاي كده انا ندمان. فآآ فانت ندمان قوي وعندك حصلة جديدة قوي من من العلاقة. وشايف ان هي علاقة فشلة. وانت يعني يقولك ما ما خرجتش اللي بآ يعني اللي طبت بلح مش عارفة بلح اليمن ولا يعناب الشمطة قبيبا لما ستركبه صحة. آآ فيعني الكرتين مش شبه بعض خالص. اوه شايفك ان انت بداعه لانه مقدم لك عرض تانا اهو. لما انت مسك بيك قوي يا برج العرب. ده مش صعيب. مش هيسيبك اصلا. ده راجع وتقريبا دي ناسة اطقى يعني. مش مش بيهزر معك. لانه هو اهو بص حتى الكروب جيه ورا بعضا. اهو. معني ما ما خدش كرت رابع. بس هي جات زي حتى. آآ عايز يعمل عدل هو تقيبا حاس انه هو بوز الدنيا. آآ في خناقة حصلت بينكو هالي حاجة. او او شاعك بانه فعلا 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 آآ آآ عمل حاجة غير. انت اكتشفت ان هو بيكلم حد عليك. او وصل لك اخبار ان هو بيكلم حد عليك. وآآ وسبت العلاقة. وآآ قلت له شكرا قوي على كده. ومشيت. فهو راجع بقى يقولك لا انا ما تسدنيش. والله انا من غيرك ولا سوى. والكلام ده بقى تتيد ده. ودعالة وآآ بس انت زعلان منه قوي قوي قوي. ومتقلم منه قوي قوي. لكن هو شايفك ان انت السلمي بيكعمل. وآآ نفس الكوباية. وآآ يعني نفس الكوباية ليه لانه فعلا انت كنت مديله حب جامد قوي. قوي. وآآ مديله مشاعر طيبة وهو كان بيديلك برده. او ممكن يكون مش بيديلك لان انت مشيت. مشيت وسيته. بس آآ بس آآ بس آآ هو شايف ان انت كنت تجيله وكان بيديلك نفس الحاجة يعني. طب هو شايفك ازاي برج العرب. هو شايفك ان انت آآ شخصة عنيد. وآآ متمسك برأيك قوي. وآآ متكبر كمان. وآآ هو شايفك كده بقى عشان ما تقولش حاجة. بس هو صح يعني انت فعلا متمسك برأيك قوي. وتقريبا آآ عايز تبصل قدامه تسيبه. وآآ ودت اي اي ادت له ضهرك. وآآ بسس له قدام وسايبه خالص. وآآ خلاص بقى. لو انا مش عايز منك حاجة وانا هستطر الواحدي. وهبقى الواحدي وسيدني في حالي بقى. در سمحت. اللي انت فعلا رفض العرض بتاعه. رفض عرض المسالحاتي. طيب انت شايفه ازاي? انت شايفه لو بتتعمل مع مرج الاسد طبعا. انت شايفه شخص آآ اعتقد يا برج العرب هو شخص آآ برضو برضو في صفة اللي عندك. وآآ شخص متحكم قوي. ممكن يكون آآ كان بيخنوقك في العلاقة. وآآ كان مسك عليك قوي. آآ وشخص آآ بيحب يتحكم في القدامه. بالمعنى التاني يعني. آآ بيحب يتحكم قوي في الشخص اللي معاني. آآ متحكم قوي. شايفه متحكم قوي 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 قوي. وممكن كمان تكون شايفه ان هو مدكش المشاعر اللي انت تستحقه. يعني انت كنت بتديله مشاعر وهو كان بيدي لك نص مسلا. حاجة. تديله مسلا ان تكلمه آآ مرتين تلات مرات في اليوم هو لما يجي لما تيجي انت تنتظر المكالمة منه ما يكلمعش. او انت اللي كنت بتبدأ دايما. شايفه ان هو شخص متحكم. وشخص آآ آآ بيقافل قوي 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 على نفسه. مش قافل على نفسه يعني منعزل. لا. بيقافل قوي على حتة ان هو ما يديش لحد مشاعر. قافل على مشاعره قوي. او متحكم فيك قوي قوي قوي. مهم ان هو شخص متحكم معانيد. وبيحكم رأيه. وآآ غيور. ممكن يكون غيور. كمان كان بغيرة عليك قوي قوي قوي. شاف ان هي يعني علاقة فيها تحكمات كتير قوي. لان انت مجروح عالبك قوي مني. قوي يعني. وبحصره وندم بيه. ولكن هو ما يعني انا حاس ان هو مغيب او حاجة زي كده. لانه يعني عارف انت لما تآآ طافل معاته قلوه يمشي من هنا ايلا وآآ ومتجيش هنا تاني. فآآ يقولك لا انا والله ما اسيبك يعني. انا بحبك. اآآ يقول برج العرب بيتحكي على نفسه برضو ساعات ويقول ايه? يقول لا انا همشي من علاقة هو لا. هقولك بقى برج العرب هو عايز يعمل ايه? هو راجع لو انتو بتتكلموا مع بعض وما فيش فرق ولا حاجة. واعتقد هو ما فيش فرق. هو عمال يكلمك دلوقتي. او هيكلمك. وآآ ممكن يكون دي تاني عارض يقدمه او تالت عارض كمان. او بيزن عليك. لانه زنان قوي. زنان وما بيبيقس على فكرة. ما بيبيقس. شخص ما بيبيقس. آآ آآ كل ما هتجي تقوله. انت جرحتني. وآآ 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 الطعط في قلبي. وتعيبتل معك قوي يروح مدافع عن نفسه. آآ يدافع عن نفسه. ويقولك لو الله ده انا بحبك اهو. استنى بس استنى بس انت راح في اين? خد بس ما اقولك اينا ده انا بحبك. انا 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 غيور او انا متحكم او انا مش عايزك تكلمي حد غيري او انا مش عايزك تكلم حد غيري. وبتاعه ولكن انا بحبك. آآ او انا بحبك عموما يا عشان ما بتقول. لا دول بنا تنزلوش. آآ يعني. هو شخص آآ باقي عليك قوي يا برج العرب قوي. ومش ناوي لأ. مش ناوي يمشي. مش ناوي يمشي خاص. وشايفك انت الحاجة الحلوة اللي معي يعني. انت بقى ناوي على ايه? انت ناوي توازن. ناوي توازن عموما. سواء لو كنت هترجع في العلاق قديم قرية تانية. انت ناوي توازن بين عقلك وقلبك. لان الظاهر يا برج العرب ان انت آآ آآ اديته كتير قوي. قوي. وآآ اديته اكتر ما هو اديك. فلزلك انجرحت. وحسيت بعدم تقدير في العلاقة دي. بالزبط كده. عشان كده انت عايز تعمل توازن. انت بدل ما كنت تديله العشر كوبات مثلا. هتبدأ تديله آآ مقابل كل كوباية. هو يا دالك انا هديك كوباية. آآ هتكلمني آآ كلمتني النهار ده تكلمت. آآ اه اهتمت بي هيتم بيك. غير كده لا يعام. انا تعلمت الدرس. انا انجرحت منه خلص. تطبيبا الواجع ده فوقك يا برج العرب. وآآ اه هتعمل توازن لو رجعت تاني بعد ما هو هادفع عن نفسي وقولك لا والله انا بحبك وابتعوه تعالى نرجع. فلو هترجع تعمل توازن في العلاقة دي. وناوي انت اللي تعمل التوازن ده. ناوي تقول له بقى. انا شوف بقى هتخني يا كبرة. لا طبعا يعني الخيانة متبقاش بصوت الخيانة. ولكن هناوي انت تعمل التوازن تاني في العلاقة دي يا برج العرب. وتقول له زي ما انا بديك انا كمان هاخد ومش هسقط المرة دي. طيب هو شايف العلاقة ازاي? هو بصراحة يعني العلاقة حلوة. هو ظهر انه هو خلاف اه على الحاجات فعلا يعني بسيطة مش مش حاجة صعبة يعني. الا لو كانت فعلا انت اكتشفت طرف ثالث في العلاقة. ولكن لو اكتشفت طرف ثالث فاعرف ان الطرف الثالث ده طرف وهمي. بيتسالة دي. انا حاسة انه هو شخص زي ما قلتلك اه شخص اه متحكم وشايف نفسه شوالي. ممكن يكون اه بيشتغل اه 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 حاجة اه مثلا اه مشهورة على السوشيال ميديا او مشهور نوعا ما وشايف نفسه و اه و بيحب يكلم نفس كتير قوي بس في الاخر اه انت 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 اللي في باله على فكرة. يعني سواء بيكلم انت لو اكتشفت انه بيكلم بنات غيرك ولا الحاجة بس انت برضو انت رقم واحدة عنه. بو شايف العلاقة ازاي و شايفها علاقة جميلة قوي. وعلاقة فيها زكريات كتير اظهر من انتو فعلا بقلكم كتير فترة مع بعض. وفيها زكريات حلوة قوي. وكل ما بيبعد ما يقدرش يبعد. ما يقدرش يبدع عنه. لو برج اسد فهو مش هيقدر يبدع عنه. برج الاسد عمما اللي ما بيحب ما بيسبش. فهو شايف انه ما يقدرش يبدع عنه. انت الشخص المناسب لي الشخص اللي بيحسسه بان هو طفل بيتعامل بطبيعته معك بيحس بالحنان في العلاقة دي انت كنت حنون عليه قوي يا برج العقل وديته ومشاعر جميلة قوي 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 حسسته الحساس ده خلت العلاقة بالنسباله زي الجنة مليانة كوبات فيها وردة مش كوبات فضية دي فيها ورود وفيها مشاعر العلاقة دي مليانة مشاعر عشان كده هو حسس بان انت انت السلمي بتاعه انت الطرف الحلو اللي فيه عارف لما يقولك انت انت اجمل حاجة في حياتي انت اجمل حاجة في حياتي حتى لو هو مشهور او بيشتغل كتير او مشغول عنك فلا انت رقم واحد يا برج العقل متخافش متخافش يعني انت كمان شايفه انه هو بداية حلوة وانه وان دي وانها علاقة مليانة حب على فاكرة علاقة فعلا مليانة حب مليانة حب قوي بس ممكن يكون فيه خلفات فيه فيه انت تقمصت منه يا برج العرب خدت منه موقف عمل حاجة عمل حاجة يعني وشي حاكيد جوج العرب ما بيقلبش كده ولكن انت شايف ان فيها حب كتير قوي العلاقة دي فيها حب كتير قوي فيها مشاعر جميلة قوي فانتو اللي اتنين مشاعركم متساوية ولكن حصل سوق كفاهم مش اكتر وتطبيبها هترجع لبعض ان شاء الله بإذن الله او انت ناوي تعمل بتواسك لو انت يا برج العرب مشيت وسبت العلاقة لو انت اللي مشيت او مكرر تمشي ركز معي بقى لو مكرر تمشي ومكرر ترفض عرض المصالحة وبتقوله لأ مش عايز ارجع تاني النصيحة بتقولك انتظر يا برج العرب خليك في العلاقة ما تمشيش لان الشخص ده بيحب تقوله قوي وشايفك النص التاني وشايف ان العلاقة مليانة حاجاتي يعني لو بازت هتبوز معها حيات كتير قوي لان هو بنى حياته عليك ممكن تكون كنت بتساعده بالنصيحة حقا يعني يجي برضه شخص بيمسحه فممكن تكون انت كنت بتمسحه ممكن يكون كان فيه ازمة في حياته وانت عدته منها المهم ان هو شاعر معك بمشاعر حلو قوي فالنصيحة بتقولك ما تمشيش سمحت ما تمشيش يا برج العرب وانتظر وهو هيتصلح لو في حاجة مش عاكبك في العلاقة هتتصلح وما تخافش وخش بقلب جامل وبطل بقى تحكم نفسك بطل تبقى عنيد ومتمسك برأيك بدون اي داعي لانه اذا ان اشألت الدنيا علمهم برضه النصيحة حين حلو هو بيحبك قوي على فكرة والنصيحة بتقولك لو سمحت ما ترفضش العرض جالك بعرض مصلح وعلى فكرة برضه ذكرت الخاطب واخد واخد قراره على فكرة عايز يربع واسم انتو بتتكلمه دلوقتي اهدى عليه لانه هو عمال يدفع نفسه كتير اوي يظهر نكون شايد يقولك على فكرة والله العظيم اعملت حاجة والله لا والله لا برج العرب اقولكو بقى مشكلته ايه برج العرب بنات برج العرب بالتحديد متملكة وده مش عيب مش عيب متملكين ده مش عيب لكن تخنق اللي معها لا لكن متملكين اوي ويحب الشخص اللي معي بقى بتاعهم همهما بس فممكن زي ما قلتلك انه اه 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 او زي الترك يعني عموما انتو شايفين انه هو اه مهتم بحدات تانية وسايب كنتم ونتحبوش كده ده برج العرب يحب الاهتمام اوي يعني فبنشوف المفاصلين ممكن يجري طبعا الطاقة الاولانية خلاص ده طاقة تانية ولو شفتها شبعب خلاص انما لو شفت انه هي مختلفة شبشع فالشعر ده بيجي منين اه اه بيبقى مش بتاعبه لان الطاقة ده ممكن تبقى ناس يعني معكوش عم بعب حاجة خالص 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 مفاصلين البرج العرب مشاعر ايه حاليا ويناوي الخطوة اللي ياخدها او عايز ايه من ده اه اه هو حاليا اه اه مش هقول مستقر ولكن هو اه شايف نفسه الايام ده و اه بدأ يبصل نفسه و اه بدأ انه هو يشتغل على نفسه شوية اه خرج خرج بره سجن افكار اه 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 خرج بره الهواجز اللي هو كان عاملها نفسه العلاقة بازت طبعا فهو بدأ دلوقتي حالا يتحرر من الهواجز اللي كان فيها و اه و بدأ يخرج بره الافكار السودوية اللي كان عايش فيها سواء اللي هي مشاعره مستقرة دلوقتي و بدأ خرج من الطول ده طيب هو ناوي على ايه هو ناوي هو طبعا مجروح بصوا دي يعني مرحلتين من مراحل وجعه القلب عموما فهو خرج طبعا من كده و هو في السابق كان بالمنظر ده قاله مجروح منك جامد قوي و تعبان قوي ممكن من غيرك مش منك ممكن تقوله ما عملتلوش حاجة هو اللي مش فهو من غيرك تعبان و ناوي يا لك جاعة تاني العلاقة لانه اكتشف ان انت ممكن تكون تعمله مع حد برج الجوزاء يعني او ميزان برج هوائي او تاني وهوائي برضو مشعارف في ايه بس تمام اه اه بدأ يكتشف ان انت السلنة بتاعه ينت يعني انت شخص الجميل في حياته و انت الحب الحقيق� وهيرجع توازن العلاقه ده ان شاء الله بازن الله تاني ناوي رجع لتوازن ل العلاقه تاني اه ناوي ان هو مش بقولكو أ ده استكر بقيتك ده في استكره ناوي энергثي هيرجع العلاقة دي تاني وهيشتغل عليها وعايز يمشي بالعلاقة دي القدامي عايز يمشي بالعلاقة دي القدامي هو حالياً حالياً دلوقتي مستقر جداً فيما شعبه وبعد طبعاً ما كده يعني مش مستقر طبعاً هي بنزعى الاقوي لما نعرف ان اللي بيدي عنه مستقر لكن قبل ما كان مستقر كان ايه كان كده افراحوا بقى ممكن يكون ازانة يعني ازها الشخص ازها برج العام فهو ما اتخفش هو كان كده وعايز يرجع ولو بتعاملوا برج الجرزاء زي ما اقولت لكم او برج الميزان او برج ترابي فهو انه يرجع لانه اكتشف ان انتو الصلمات بتاعه وهيمشي بالعلاقة دي القدام ان شاء الله الاذن الله مش حاجة وحشة طيب العزاب بقى اللي هو مفيش حد في حياتهم او بقى لهم فترة طويلة او مرتبطوش لان العزاب دول بيبقوا مش منفصلين حتى لو كانوا مفصلوا لانهم فترة طويلة او مرتبطوش هجي نقسم الورق الاول عشان عزاب دول حبيبي عزاب دول حبيبي عزاب دول برج العرب جاي برج ممكن يكون اه شخص ده هيزهر في شهر التمانية مش سبع يعني ممكن يكون بغاية الرقي بص يا برج الاعراب. آآ الشخص اللي جاي في حياتك هو شخص من برج مائي زيك. وآآ ممكن يكون برضو برج الاسد برضو. آآ او برج التراب. آآ الشخص اللي جاي في حياتك ده هو شخص ممكن يكون شخص آآ قديم برضو. آآ او آآ شخص من الماضي برضو. آآ ممكن ما يكونش كان في علاقة اصلا ما بينه. آآ ولكن هو يحمل مشاعر خياضة قوي ليك. قوي 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 يعني. وآآ ممكن يكون الشخص اللي من الماضي ده مشاعره كانت آآ متزبزبة في الماضي. يعني كان بيخش في حياتك ويخرج تاني بسرعة. يعني يتكلم شهر ويغيب تلاتة شهر ستة ما كنتش عايفه وعايز منك ايه? وبعد كده مشي تماما ومرجعش تاني. فهو راجع تاني وآآ ممكن يكون شخص جديد بقى. شخص آآ يعني آآ يعني شخص حبوب جدا وآآ وبيحمل مشاعر طيبة ليك. وآآ يعتبر السلميت بتاعك او شبهك. لان ممكن يكون شبهك مش السلميت بتاعك. شبهك بس مش اكتر. وآآ مشاعره ايه? هو مشاعره مندفعة جدا عليك. وآآ عايزك. وآآ عايز يقفل عليك الشابتر زي ما بيقوله جدا. عايز يقفل عليك الشابتر من حياته. عايز يقفلها عليك. وعايز استكرار معك انت. لو هو شخص جديد خالص فهو مختارك انت. مختارك انت وعايزها. ممكن تكون كانت علاقة سلاسية. وهترسى عليكم تلو اتنين بس. شكلها كانت علاقة سلاسية فعلا. شكلها كانت علاقة سلاسية فعلا. زي ما عدت عنه ولكن القدر رجعت تاني. دي عجلة الحظ القدر اللف لفته ورجعه تاني. وهو شخص طيب على فكرة مش وحش. وآآ اختارك انت وجايلك باقصى سرعة آآ عنده. بس خلي بالك ان المشاعر بتاعته المشاعر مش مستقرة. بيفقد كتير قوي 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 قوي. والآن من الخطوة اللي هو هياخدها. دي مشاعر. الآن. بس هو عايز يجي. وعايز يستقر عليك. ويقفل زي ما قلت لك اولا. يقفل الشابتر عليك انت. الشابتر من حياته عليك انت. ويقفل الماضي اللي حصل. لان هي زي ما قلت لك ممكن تكون كانت علاقة سلاسية. وحبك انت. وشايفك انت الشخص اللي تنفع في البيت. دا ستة كبيرة زي في القراءة التانية بتظهر يعني. يعني حصل اشتياء. دا معنى اصح. وهو على فكرة اتخزل من الشخص التالت. والشخص التالت سابه. لو علاقة سلاسية خلاص راحت. وهيرجع لك انت. لانه مش عارف يعيش من غيرك. مش عارف اصلا. كل معيه جينام يفتكر الزكريات اللي فاتت لها. فهو راجع تاني. وعايز ادي فرصة للعلاقة دي مرة تانية. دا طاقة تالتة خالص يا برج العقد. عشان نفس اللي بتتفرك ما تقولش دا طاقة تانية ما تكملها مع تلتة. لا. دا العزاب اللي بقلهم فترة طويلة او ما رتبطوش. او كانوا مرتبطين. او كانت طرف التالت. وانها خلص الموضوع دا. وجاي لك انت يفتح معاك اللي هو دي. طب نشوف مشاعرك انت ايه تجاه العرض دا. انه دا عرض عموما. حتى لو كان عرض قديم هو عرض. مشاعرك ايه? او. يا ايه جات معاك مانا. جات معاك مانا. انت انت هتبقى فرحان قوي 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 بالموضوع دا. هتنتصر. هتحس ان انت انت صارت يا برج العقد. هتحس ان انت انت صارت. اه انت صارت بيه هو. تقريبا زي ما قلت لك هو سابك او انت سبته وزالت قوي على علاقة اللي فاتد دي بس ما تقلقش. هو بيفكر فيك وعايزك. ومشاعرك بتستقر. والموضوع هيمشي للي انت عايزه. هيمشي لقدام وهيمشي للي انت عايزه ان شاء الله بازن الله. يعني ان شاء الله الحمد لله انتهيت على خير. ابراج المائية هقول الحمد لله بتنتهي على خير اه برج العرب اتمنى تكون القراءة جدتك. وبعد تاني اه طاقة الاولانية غير الطاقة التانية غير الطاقة التالتة. وانا بعملها تلاتة كده. عشان الطاقات ايه. هي ممكن تكون القصة شبهت. ولكن حدست مع حد تاني خاط. عشان الاولانية لو راجع والتاني هنا ما بتفكرش اصلا. والتالتة حد اه ليه علاقة يعني مختلف تماما او بيفكر يمتقم مثلا ولا حاجة. فلا. ملاش قد معلات. والناس اللي بتسأل لا اهو طرابي ولا مائي ولا 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 ولا. عندنا خرط الابراب اه شمسي طالع اه و اه قمر. فممكن يكون اه الشمس بتاعه حوت. والقمري عقرب. والطالع بتاعه او الصعيد بتاعه اسد. اتفضل اسيدي. فخلاص بدي يعني كده. يعني انا بسلا كل طاقاتي مائيا. اصلا. خوط وسرطان و مهضة الليلة كلها. فا اتمنى تكون الكورنة عجبتك يا برج العرب لزوز. وان شاء الله بالإذن الله تبقى علاقة موقفة. شكرا لكم وامتنسونيش ولا اشتراك. اشتركوا في القناة